بعد أن فاجأت العالم بسيطرتها السريعة على كامل أفغانستان تأكف حركة طالبان على إعداد إطار جديد لحكم أفغانستان تمهيدا لطرحه في المرحلة القادمة ونقلت رويترز عن مسؤول في الحركة قوله إن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية يعملون على طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة مشيرا إلى أن نموذج الحكم الجديد في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق ولكنه سيحمي حقوق الجميع وشدد القيادي الطالباني على أن الحركة تواصل إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين وقادة ما سمها الميليشيات الخاصة من أجل تشكيل حكومة أفغانية موحدة منوها إلى أن طالبان تبحث خلال المحادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية تصريحات جاءت بالتزامن مع وصول الرجل الثاني في حركة طالبان المل عبدالغان برادر إلى كابل لقيادة المباحثات وفيما بدأ أنه فتاح غير مسبوق على باقي القوى في البلاد أفاد مصدر في طالبان أن الحركة ستعرض على بعض أفراد النظام السابق تولي مناصب في الحكومة الجديدة التي قال إن النساء سيكون لهن دور فيها بينما التقى عضو المكتب السياسي للحركة أنس حقاني عشائر وناشطين من المجتمع المدني وكترجمة عملية لتصريحات ناطق باسم طالبان سهيل شاهين التي قال فيها إن محادثات تشكيل الحكومة تضم كل الأطياف في البلاد قال رئيس لجنة المصالعة الأفغانية عبدالله عبدالله إنه والرئيس الأفغاني السابق حامد كارزاي أجرياء محادثات مفصلة مع حركة طالبان فيما أقر الزعيم السياسي المخضرم قلب الدين حكمة يار برغبة الحركة في تشكيل حكومة شاملة ويبدو أن طالبان تجري حراكا سياسيا في كل الاتجاهات للإسراع في تطبيع الأوضاع في البلاد التي أنهكتها الحروب منذ عقود طويلة وهي تتطلع اليوم لطي صفحة الاحتلال الأمريكي والبدء بمرحلة جديدة علها تتجاوز أخطاء وعثرات الماضي وترسل استقرار لمصلحة شعب أحوج ما يكون إليه ترجمة نانسي قنقر